اشتركوا في القناة وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص سموه على ان تكون التشريعات داعمة للمصرحة العامة ومصالح المواطنين وبالشكل الذي لا يخل بالنظرة المستقبلية لاستدامة الموارد والمكتسبات واشدد سموه على ان الحكومة تضع نصب عينها دائما ديمومة الموارد وصون المال العام والحفاظ على الحقوق والمكتسبات واكد سموه ان الحكومة تحرص على ان يكون منتج التشريعات دائما لتوجهاتها في الموائم بين مصرحة المواطن وضمان ديمومة المكتسبات للمستقبل والاجيال القادمة في اطار التوافق والتشاور والتلاقي الدائم على المصلحة الوطنية العليا كما تم خلال لقاس اراض جملة من الموضوعات المتصلة بالتعاون القائم بين الحكومة ومجلس الشورى في كل ما فيه تحقيق الصالح الوطني حيث اعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالدور الذي تطلع به السلطة التشريعية في مسيرة العمل الوطني منوها سموه بالتعاون البناء الذي يسود اجواء العمل بين السلطتين والذي اسم في ترسيخ منجزات الوطن وقد رفع معالي رئيس مجلس الشورى خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص دائم على تعزيز اطر التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية ما جعل التعاون بين السلطتين يأخذ دائما منحا تصعديا ايجابيا باتجاه المزيد من التطور ويكون علامة فارقة في التجربة البرلمانية وأكد الصالح أن مجلس الشورى رئيسا وعضاء ينظرون بالتقدير البالغ لتوجيهاته صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لكافة الوزراء والاجهزة الحكومية المؤكدة دائما على توثيق التعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق المزيد على صعيد اززهار الوطن وتنمية شعبه اشتركوا في القناة